بالنسبة ستة أم أنس أن عندها ابن أو طفل من دول احتياجات بتقول أنا حاسة أن صلاتي مش مقبولة لأنه بيشدني وأنا بصلي أنت في رحمات لأن اللي عنده أنت في عين امتحان وابتلاء وإن مع العسر يسرى فأنت في حال عسر في الظاهر لكنه في داخله وفي قلبه رحمات في باطنة فأنت بتكتهدي أنا بقف وأصلي قدر الطاقة ما عيش حد يمسكه شوية يبقى أنا وأنا قاعدة بصلي بكتهد أخشع والخشوع وأساسه أساس القلب إن خشع القلب خشعت سائر الجوارح ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فأنت بقلبك مقبلة على الله تكتهدي في هذا الخشوع وتعملي الحركات بتاعة الصلاة من الأركان والسنن على قدر طاقتك فاتقوا الله ما استطعتم بالنسبة ليه الدورة الشهرية لا أرى إن الدورة دي أنا عارف إن خلاص الوقت لكن لا أرى إن الدورة الشهرية على الحال اللي حضرتك قلت ليه عليه ده إنها خلصت أصبري ولا تتعجلي وأقصى مدة على ما هو مفتبيل عشر تيام أكتر من العشر تيام بالنسبة لك يبقى ده استحادة عمليها استحادة إنما مش تنقطع ساعة وترجع في نفس الوقت بدفقة كبيرة من الدم أقول إنها خلصت وإن ده استحادة لا إبقى أنت محتاجة تراجعي بقى مع طبيب إذا كان عندك اضطراب فيه فهم إذا ما إذا كان الدم كله حيضاً أم بعضه حيض وبعد كده نفاس لكن أنا لا أراه مش نفاس استحادة لا أراه إلا حيضاً إنتي حريك متعجلة عليه علي